أرجع لكم تاني وعلى مبادرة التعصم وحرد لكم شوية فيديوهات من الندوة الحضرتها مع الأستاذ قرم جبر والمجموعة اللي كانت موجودة والأستاذ سامة بوزيد ونظموا الحقيقة ندوة أكثر من رائعة في حضور السيد وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من الإعلامين الكبار ودكتور كمال درويش، كابتن حازم إمام الأستاذ دندراوي الهواري، الأستاذ أحمد موسى ناس كتير جدا 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 يعني اللي بشوفه قدامي بقوله والحقيقة الهية الوطنية الإعلام كان لها دور كبير أستاذ نشأة تديهي وتشربت الحقيقة أننا يعني كلها دور في إدارة هذه الندوة ناس كتيرة جدا بتتكلم على الندوة وعلى مضمونها احنا رحيين في السكة دي الناس بقى عندها وعي شديد جدا 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 مجهود رائع 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 من الأستاذ قرم ومن الأستاذ أسامة بوزيد ومن المجموعة اللي موجودة كلها الأستاذ صلاح منتصر موجود قدامنا هو عشاش قامة كبيرة جدا 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 وأعتقد أن الناس عندها فكر كبير أن مباراة الأهل والزمالك القادمة تكون بداية وليست نهاية مش هي مجرد مباراة هي مباراة يرجع فيها الروح ترجع فيها الهدوء يتشال منها التعصب يرجع الجمهور تاني للمدرجات كل واحد فينا لازم يحاسب نفسه أنا الحياة فرحت جدا هي الناس استغربت أن كل الإعلامين طالعين بيقولوا أيوة لازم اللي عنده تعصب يشيله لازم كل واحد لازم فلان يغير طريقته علان و لكن ما فيش حد بيعاني أصلا من التعصب كلنا في النهاية عندنا أزمات و كلنا عندنا أحيانا أخطاء و كلنا لازم نحاسب نفسنا و كلنا لازم نتغير مش عايز أعد أقول أنا و ده و ده و ده و ده كلنا لازم نبدأ بداية جديدة مع بعض الكرة المصرية خلاص كسبت و المشهد بقى أكثر من رائع و المشهد بقى هايل يبقى الفينيشينج الأخير الشكل الأخير اللقطة الأخيرة اضحك عشان الصورة تطلع حلوة الأهل والزمالك مش هيخرج بالصورة الحلوة غير ما تكون العلاقات على السوشيال ميديا هادئة غير ما يكون إن شاء الله بإذن الله فيه جمهور في المدرجات و تكون الجمهور موجود بشكل جيد موجود كبير من الناس و من الصحفيين و من النجوم زي كابتن حزم إمام و السلامة بوزيك و السلامة أحمد موسى و السناشقة الدين مجموعة كلها الإعلامية الكبار اللي كانوا موجودين السيد الوزير حقيقة اللي بيبزل مجهود مكوكي في كل مكان لإحضار جمهور و لوجود جمهور في المدرجات رهان في كل حاجة الدولة المصرية بتراهن في كل مكان و على كل إفنت و إن شاء الله بإذن الله كل التحديات و كل الرهانات إن شاء الله بإذن الله كذبانا من ناحيتنا حنبتدي بداية جديدة و حنبدأ لادة التعصب و حنبدأ مشوار جديد و إن شاء الله بإذن الله تكون ضربة بداية لعودة الجمهور من جديد زي ما حلمنا بالنهاء إن هو يكون في مصر حنحلم برضو إنه يخرج بشكل رائع إن شاء الله بإذن الله كل الخير لمصر في القادر